موسيقى بالنسبة للوضع التعليمي كانت واحدة مؤخذات حول الوضع التعليمي اللي هو مريض بعد صافه كاريتي كده ماذا تتفق مع رأيي داخل الموقع؟ أنا شخصياً رأيي شخصية أن ماشي من منظومة التعليم ولا المؤدير أو الأستاذ ولا هو مجتمع كل خصوص يساهم في التعليم لأن التعليم كنا مشاركين فيه بداية من البيت ومن العائلة من الحي وكل شيء يساهم في التعليم ليس لحول مسؤولية على المؤطير ونقولوا ما دارش لأن التلميدي يقدر يكون في حولة داخل القيص وداخل الدرسة ويخرج بره ويعود شخصية خرق فهذا الشيء يجب أن نساهم في هذه القضية بطبيعة الحال مولايرشيد عنده واحد طابع وخاهية لا تستاهلوش ولكن عنده واحد طابع المعروفة معهو العكس وما تنزل مولايرشيد من الناس البوساطة يجب أن تنزل عندهم وتناقش معهم وتذكر معهم وتفسر ليهم وتقولوا من واقع يتفهموه ولكن يتبقى بعيد عليهم الله هذه منظومة التي يساهم فيها وهي اللي طلبت من السيد المندوب على أساس أن تكون واحدة لجنة من خلطة من المنتخبين من الأطور الإدارية من الأطور الإدارية من الأطور الإدارية والمؤخذات التي كانت في المؤسسات التعليمية هو الإختلالات أمام المدارس ومن خلال بيع المخدرات من خلال الألعابة داخل المؤسسات التعليمية كانت حتى واحدة القادية التي تركوا عليها هي طلبوا من السيد المدير يعني أنه يحط على الأطور التربوية أن تكون مواطنة وتخدم التنميذ المواطن الصالح للمستقبل مغرب صالح لا، ما كانشت شيء دالي لديك شيء أنه كنتشوف درهري درهري بقين الشباب كلهم من حارفين كلهم كيتعطوا المخدرات كيتعطوا الإجرام وهل الشكل ما نحن عينا من دوي قلنا لهم خاصين فضاءات ديال الطفل باش يتكونوا ومن خليهوش ينحارفوا ما كينوالو ما كينتها حاجة لا دور الشباب قيمة بالواجب دياله لاوالو كين فضاءات ريادية كيعطيهم الجمعيات ليهوما بوكس أحبهم على عداد الجامعة كينشدوا كبدا يتخلصوا فيها نحن أعطينا اقتراح قلنا بانو باش الدار باش الدار ويدادية ديال الأحياء وغادي كل ويداديات ولي بحركوا كي مكان بكري وننقلب على المواهيب في الريادة وذلك ما كينش يلعب الكورة خلصوا يمشي يجيب من عدد 30 درم و40 درم باش يخلص طيرين باش يمشي عرك بكري ما كينش هاتشي موسيقى موسيقى